أولاً حقيقةً لا أعرف أي يوم سيتخذ القرار لكن خلال الأيام القليل القادم طيب أنا بدي أرجع بس لإصابات عمان واليوم السؤال اللي انطرح قديش نسبة الإيجابية في الفحوص نجريها في العاصمة عمان يعني أولاً أحب أحكي لك أنه تقريباً نصف الحالات تقريباً يتم إجراءها هي في العاصمة نصف الفحوصات نجرى في عمان والإيجابية بأعتقد اليوم هي حوالي 14% نسبة الإيجابية في فحوصات العاصمة عمان اللي هي نصف الفحوصات 14% وفيه إقبال على الفحوصات اليوم من المواطنين ما فيه مشكلة بالعكس يعني نسبة أو عدد الفحوصات هو عدد ممتاز وجيد ويعبر عن يعني الواقع الوبائي بالأردن وربما يكون الأردن من أفضل دول بما تعلق بعدد فحوصات المخبرة التي تجرى داخل المملكة وزارة الصحة لديها القدرة على إجراء 35 ألف فحص يومياً وحدها دون طبعاً في هناك قطاعات أخرى في الخدمات الطبية الملكية في الجامعات في القطاع الخاص أيضاً تقوم بإجراء الفحوصات لكن قدراتنا على إجراء الفحوصات تحسنت بشكل ملحوظ وكيفية ونوعية الفحوصات أيضاً تتحسن لدينا اليوم فحوصات مختلفة عما كانوا أكثر دقة وتعطينا فكرة أكثر دقة عما يجري بما يتعذق الوضع الوضع تسمحني هنا عشان أظن في هذا الإطار اليوم هناك اختلافات في الفحوصات يوم نفحص 25 ألف 34 ألف 28 29 ما عندنا رقم واضح للفحوصات يومياً حديداً آخر الأسبوع يعني بغض الأسبوع أنت عارف يعني في جزء من الفحوصات هي تكون في الدوار الحكومية في المؤسسات المختلفة الاقتصادية والإدارية والمصانع جزء من هذه المنشآت يكون مغلق خاصة يوم الجمعة لذلك يوم الجمعة يكون العدد أقل وهذا ينعكس أيضاً عيوم السبت ينعكس عيوم السبت وإحنا في عندنا خطة أن نثبت عدد الفحوصات من الواضح في كل دول العالم أنه الأكثر يوم هو اليوم الذي يلي العطلة الرسمية وليس بالأردن يعني بالمناسبة هذا الموجود ويكون في اليومين الأخير يعود ليقل قبل نهاية الإسبوع طيب فيعني موضوع لكن موضوع حتى بالحد الأدنى من الفحوصات هو كافي بالأردن كافي نعم طيب أنا رح أسألك بس دكتور عشان أظن في ذات الإطار أنت قلت القار الميتخذ بعد ولم يحسن بعد هناك توصيات نعم من لجلت الأوبياء هناك اليوم الاجتماع كان معه نظمة صحة عالمية بحثت فيه كيف سيكون شكل المستقبل لإطلاع مجلس وزراء عليه بالتأكيد وبناء على ذلك سيتخذ قار بشكل علمي وسؤال اليوم هل نحن في إطار الحديث عن حظر شامل كما جاهدنا سابقا؟ لا هذا ممكن يعني إذا كنت تقصد الحظر الشامل بكامل واغلاق لأسابيع هذا يعني تبت أو يعني أعتقد أنه لا توجه بهذا الخصوص اشتركوا في القناة